فايز الدويري هو لواء متقاعد وخبير عسكري واستراتيجي أردني يشارك في العديد من البرامج التلفزيونية وخصوصا في تحليل الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبرز بشكل كبير في تحليل عملية طوفان الأقصى على قناة الجزيرة ولد فايز محمد حمد الدويري بتاريخ الثالث من مارس آذار عام 1952 في بلدة كتم التابعة للواء بن عبيد في محافظة إربد درس الابتدائية فيها ثم أكمل المرحلة الإعدادية في النعيمة والمرحلة الثانوية في الحصن درس في الكلية العسكرية في الفترة ما بين عام 1972 وحتى عام 1973 وتخرج منها برتبة ملازم ثاني التحق بعد التخرج بسلاح الهندس الملكي الأردني وشارك في عملية نزء الألغام على الحدود الأردنية السورية انتقل إلى اليمن في الفترة ما بين عام 1977 و 1979 حيث شارك مع القوات المسلحة اليمنية برتبة ضابط هندسة في تحصينات مضيق باب المندب وبناء معسكر خالد في الحديدة انضم في عام 1979 إلى جامعة اليرموكة على نظام الدراسة المسائية حيث درس إدارة الأعمال وتشير المصادر أن فايز قد حصل على ثلاث شهادات بكالوريوس خلال حياته الدراسية انضم إلى كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية مدة عام ثم ابتعثته القيادة العامة إلى الباكستان للمشاركة في دورة دولية في كلية القيادة والأركان الباكستانية عمل بعد عودته مدرسا في كلية القيادة والأركان لمدة أربع سنوات تولى بعدها منصب مدير سلاح الهندسة الملكي الأردني حتى أصبح أخيرا آمرا لكلية القيادة والأركان الأردنية برتبة لواء ثم أحيله للتقاعد انضم بعدها إلى الجامعة الأردنية حيث حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية وكان عنوان أطروحته دور الجامعات الرسمية في تعزيز مفهوم الأمن الوطني صدر له في عام 2013 كتاب عنوانه الأمن الوطني عن دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع وجاء الكتاب في ثلاثة فصول الأول بعنوان البيئة الوطنية والثاني بعنوان الأمن الوطني والأخير بعنوان دور المؤسسات التربية في تعزيز الأمن والوطن اشتركوا في القناة